وقعت جامعة الشارق اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الذيد لتنظيم الشؤون الأكاديمية والإدارية فيها مما يشمل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال التسجيل وقبول طلبة المقيدين والمسجلين بجامعة الذيد والبالغ عددهم 473 طالبا وطالبة وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لهم ومنحهم الدرجات العلمية ومتابعة وتنسيق شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالإضافة إلى التعاون في توفير مختلف موارد تكنولوجيا المعلومات وموارد المكتبة وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات والمرافق والمختبرات العلمية وتقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق بتقديم البرامج والمساقات الأكاديمية وقع لاتفاقية سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور عاش بوشليبي مدير جامعة الذيد وذلك بحضور عدد من نواب مديري الجامعة ومديري الإدارات إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الإدارية من الجامعتين